اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين والاجتماعات الوزارية التحضيرية لوزراء الخارجية ووزراء المالية والاقتصاد الوطني في الدول العربية وفي بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية بمعالي السيد أحمد أبو الغيط مؤكدا حرص واهتمام جلالة الملك المعظم على بذل كافة الجهود من أجل استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين على أكمل وجه وأفضله وتحقيق أهدافها المرجوة وأشاد وزير الخارجية بالجهود الطيبة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية المعنية للتحضير لأعمال القمة وضمان توفر كافة الأسباب لنجاحها مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين باستضافة أعمال القمة في ظل الظروف الاستثنائية الحساسة التي يمر بها الوطن العربي جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي من جانبه أعرب معالي السيد أحمد أبو الغيط عن سعادته بزيارة مملكة البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين منوها بالتعاون والتنسيق المشترك في إتمام الإجراءات اللازمة للتحضير لانعقاد هذه القمة التاريخية معربا عن ثقته في قدرات مملكة البحرين على إنجاح أعمالها والخروج بالنتائج والقرارات المرجوة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وجرى خلال الاجتماع بحث برنامج عمل القمة والموضوعات المقرر إدراجها على جدول الأعمال والاستعدادات الجارية لبدء أعمالها والترتيبات التي تم اتخاذها من جانب مملكة البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لضمان نجاح القمة وتحقيق أهدافها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر